ننوه إلى إسناد كاسو الأمم الأفريقية عشرين خمسة وعشرين إلى المغرب من خلال المكتب التنفيذي للكاف بالأمس في القاهرة كما تم إسناد ملف بطولة عشرين سبعة وعشرين للملف السلاسي تنزانيا وأوغندا وكينيا المغرب كان متقدم بملف شامل جداً يحوي ست ملاعب على مستوى عالم من الجودة تم التصديق عليها وتجاوز ذلك بعد التزام بتحديث هذه الملاعب وأيضاً انسحاب الجزائر من سباق التنظيم الجزائر كانت مقدمة لعشرين خمسة وعشرين وعشرين سبعة وعشرين مع بعض أيهما تكمل فيه ولكن قبل الاجتماع بأربعة وعشرين ساعة سحبت الملفين فبالتالي الدول اللي كانت منافسة للمغرب على عشرين خمسة وعشرين انسحبت نجحت المغرب باكتساح وكان الملف السلاسي لأوغندا وتنزانيا وكينيا واضح خطة المغرب في تطوير كرة القدم استضافة كل ما يمكنها من أحداث كروية وغير كروية لكن بالتركيز على الكرة يعني ودي كمان شفنا ان ازاي تطور فريق كرة القدم يعني بقى أفضل فريق ممكن عربي وأفريقي كيف تطورت الكرة النسئية على نفس المستوى ده النسئية والشاطئية والصلاة اذا ما هيش صدفة ما هيش صدفة ما هيش صدفة هي خطة وده بيقودنا إلى ان العمل المخطط له يأتي بثمارة ايه بقى مشكلتنا احنا ان احنا نخطط احنا اصحاب الرياضة احنا اللي كنا بنقول ان احنا كرة القدم اوجدناها في افريقيا هذا حقيقي انما الاراضة الرياضية الكروية غير متوفرة لإصلاح اي شيء صحيح نفس المشاكل اصدفة ابراهيم هي هي كل سنة نبكل كل سنة اشفافة المالية ابقى قابلني اللواح المنظمة وتطبيقها بصرامة على الجميع ابقى قابلني نظام كروي ثابت على الاقل لثلاث مواسم ابقى قابلني ملاعب متنوعة تتسم بالكفاءة وشروط الامنية اللازمة ابقى قابلني كان كل هزم مؤكد لابد ان ينعكس على المستوى العام لوائح ودي قبل كل شيء لوائح سواء في خطاع الناشئين كل سنة تتغير والنتيجة ان في العشرات من المواهب بتخرج ما بتلاقي لهاش مكان مرة عارة مفتوحة مرة عارة مقيادة مرة قائمة انتظار مرة القائمة انتظار مرة الاجانب قد كده مرة وفي كله فجأة ويطبق فجأة بدون انك انت تدي فرصة للناس حتى توجد حلال حلول ومشاكل لحل المشاكل اللي هتتترطب على كده لا يمكن هذه العشوائية طبعا نهيك نهيك بقى عن الصخب الاعلامي احنا قاعدين هنا كرد فعل قلنا مئة مرة لما جاتش سيرة الاهلي مش هتسمعونا بالرد على اي حاجة لكن طول ما فيه ليل الحقائق تجرؤ على الاهلي تدليس اجتزاء والخروج بأي امر للصياق تشويه للتاريخ والطعن في المبادئ لازم حرود اشتركوا في القناة